الطبقة السياسية تضبط عقارب ساعتها على مسودة تعديل الدستور جاءت هذه الخطوة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن عزمه لطرح مسودة دستور جديدة تؤسس لما وصفه بالجزائر الجديدة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده عز الدين ميهوبي بن نيابا ثمن في بيانه خطوة رئيس الجمهورية في إنشاء لجنة الخبراء لمراجعة الدستور داعي إلى استشارة كامل قوى السياسية والفوائل الاجتماعية لضمان التوافق الوطني من جهته لم يختلف حزب جيل جديد المحسوب على المعارضة والذي يرأسه جلال سفيان عن سابقه في اعتبار أن خطوة التعديل التي نادى بها رئيس الجمهورية مهمة وسائرة على النهج الصحيحة معتبرا تكليف شخصيات غير متحزبة أمرا إيجابيا ومهما للغاية أما حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري فقد نصبت لجنة خاصة موازية مكونة من خبراء في القانون ونواب برلمانيون لتقديم مقترحاتها بخصوص تعديل وإصلاح الدستور يبدو أن اختيار رئيس تبون لامتلاق مصاري الإصلاح السياسي بورشة تعديل الدستور قد لاقى توافق طبقة سياسية التي رحبت بالمشروع باعتباره ركيزة أساسية في ترخيصه للديمقراطية وتمكين الشعوب من حقها في المشاركة الحق في العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر